السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دو سامودي هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد فيديو اللي حقيقة هو عبارة عن هدية مئة بالمئة من قناة دي دو سامودي لكل المبتدئين والمحترفين اللي يربيوا الارانيب هالنهار ان شاء الله هادي موقفش خافو من جارب دي الارانيب هدي طريقة مجربة ان شاء الله يعني انا ما عنديش هاد المشكل دي في جارب الارانيب ولكن اخديت هالطريقة من عنده واحد صديق اه ما فحق قال الحاجة الوحيدة اللي يبغى انكم تحملوا الوالدين ديالو اه قال لك اه قدمها يعني بكل اه طيقة وراها مجربة من المدة ثلاث ايام كان جاه واحد الجارب اه الواحد شانشيلا اه بين عينيه والذي الزغب كيت نتفلو ويفرج له وهالطريقة اخدها من عنده واحد المرأة مرأة كبيرة ودارها وقال لي رأى صدقة مئة بالمئة ان الناس ما راديش فقوا يخافوها ان شاء الله من جارب الارانيب لا لحتيات واجبت اسميتون نظافة مزيانة اه نقياهم زيان كما عودتكم في الفيديوهات ديالي كنقلكم نقياوا اه قادوا اه مزيان ان النبي يكون نقيا قادي تتحسن تفصحتو بالزاف للحواج ولكن الى تحتوف هاد المشكل راها تسيد هادا كيقولكم انه ما غادقوش خافو من جارب الارانيب الارانيب فتاتا كيفما كان نوع ديالو والمشكل انه هو ماشي مشكل ولكن هدا يعني واحد الجانب ايجابي مئة بالمئة ان هاد هاد دوى ارخيص للغاية اسمه هو وهو غي اه شي العادي راها بتمندير راها مكتوب فيه كما كتشوفو را كيدير سبعة دراهم ونص اه هو اه شي العادي اللي كيتباع في المحلات و اه زيت البلدية قاعد الناس را عندهم زيت البلدية او قاعدها ما عندكمش شريو غي المقدار اللي عادي تخدموا به انه زيت البلدية ماشي مشكل انها تكون اه حايلة ولا تكون يعني اه اه اصلية ولا لا غي تكون زيت عادية ديال ديال الزيتون زيت الزيتون تقدروا تشريو من المقدار اللي بغيتو وبلا شكرة قاعد الناس را كيكون عندهم زيت الزيتون فى دار ديالهم اما الماكلة اما الطياب المهم زيت الزيتون عادية طريقة هي كالتالي انتما تجيبو جيش كسان عاديين جوج اه 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 ايناء ولكن ما بغي يكون وغادي تحطوه نفس المقدار هانتو ممكن ما كتشوفو معايا وخات كتر شي شوية وخات قلل انه المهم انها اخد دامة مئة بالمئة ها الطريقة نفس المقدار ديال الزيت زيتون مع نفس المقدار ديال اطشي اطشي اللي هو جفيل عادي كيشريو بليطرو ماشي هي الروح ولا شي حاجة غالية ولا انتو ممكن تشوفو اه التامن دياله تشوفو تلاتة دراهم عفو انا راني مبنين كيش تامن ما رادين شي عبتلنا يا هاو مادين تلاتة اه سبعة دراهم ونصف تامن رخيص وكتجيبو الزيت ديال العود العادية كي ما بغت تكون وخات تكون اصلية ولا عادية وخات شريو المقدار اللي بغيتو شريو مثلا غي اه خمسة دراهم ولا اللي بغيتو ماشي ملا ما يكون يطرو انها ديالا كدوا غي كتنسحو به وني كتجيبو نفس المقدار كما وريدكم هنا في الكيسان نفس المقدار كتجيبوه في الكاس اللي اول ولا الاناء اللي اول الاناء الثانية وتانية نفس المقدار وخيكم تفوتين شوية ماشي مشكل وكتخلطوهم بهالطريقة عادي انتو ما كما تشوفو خلطوهم صافية ومعطاكم هنا واحد المحلول انتو ما كيبقى الزيت الفوق معروفة الزيت هادي يبقى الفوق وسميتو ان الماء كيكونها تتقل من الزيت معروفة ولكنتو ما يخلطو بهالطريقة بحال هكا معلقة ولا هكا انتو ما حركوا بهالطريقة كيحتكم هاد المحلول هكا هادي المحلول غادي تشدوه وغادي تجيبو التونجة ولا اي حاجة مهم انه ما كان صاهبش عليكم ن blevشي حاجة اللي الخارقة لا وجيارات تجربه مت مجربة ما غاديوش قا تخافو من الجارة والاناء يعني ربيو الاناء في دياركم بوحد تيقى لانكا كفاق على الناس كلهم الحاجة اللي كي خافوا منها. فاش كي بغو يشيروا شي آلاني من الصوق وليا كيقولك واش فيهم الجربة واش فيهم الجربة. لا. ان شاء الله ما راتش خافوا من الجربة. انتم ماشي غدي تشيروا آلاني فيهم الجربة. ولكن يقولانيا بذيالكم ها. انتم مكترب بهم. ومثلان غفلتوا عليهم. ولاشن ها. تصابتهم الجربة انكم ما غديش خافوا منها. هاد المحلول غدي تخلطوا هاكا بها الطريقة. انتو ما نفس الكيمية اللي تديرو في زيت العود. زيت العادية زيت زيتون. كتديروها في اطشاي ولا اي محلول دير جافي اللي كيتبع بليطر ومشي ملا ما يكون اطشاي. يا حنا المهم اطشاي را كيدير سبعة درامونس. ماشي شي حاجة. انا كيني بزاف دي السمية. المهم توما اطشاي هاو كيدير سبعة درامونس. على زيت العود وخلشلوا المقدار اللي بغيتو. خلطوهم بها الطريقة. وشدوا الاماكن اللي تصابوا بها. الالانيب ديالكم. ومسحوا البونجة ولا شي شيتة ولا اللي كان. ومسحوا هذك المنطقة جيدا. مسحوها مزيان. وهذا المحلول ما تكاروش. يعني تمسحوا به الكاش كامل. لان هذك الجربرة كتسرح من واحد الواحد. انتو ما هذك الجهة اللي تصاب بها. مسحوا بها الجهة هي كتكون بحل الصغر كي بداي كيبقى يتنسل من هذك الجهة وكيبقى يصاب بها. سرح. وكيبقى يجي يجي من منطقة المنطقة هادا هو الجرب. خلينا من 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 القشور ديال الودنين اللي وردتكم حد الفيديو في السابق. ديك البلود الميتيل يعني هذك 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 كتسوتوه لكم تسوتوه في الودنين. اما هادا البرايسة البرايسة اللي مشا من هالزغب هذك هي اللي كتشدو هاد المحلول هادا. عندما ديما كيبقى الزيت الفوق يطلع. عندما حركوا جيدين هاكا باش باش يتخلطوا بعض اياتهم وعاد حقو ديك الجهة المصابة وشدو هاد المحلول وحقو به الكارج كامل. اكا غي واحد اليومين ثلاثة ايام انا السيد راي قال لي نهار الثالث انبت الزغب تحيي ل هذك المشكين وانبت الزغب. راي هذي طريقة مجربة من عند الناس ديال بكري. احنا راي احنا كنناخدوه احنا كنعترفوه بالناس ديال بكري ويعني هم اللي عندهم تجريبه في هاد الشي وبكري راي ما كانش الدواء اني كان شيريوه من فرماسيان. من فرماسيان. لا راي كان غي هاد المحالين مساكن كانوا كي ديبانيوا راسهم وحنا كنناخدوه عندهم هاتتجاريب هاتتجاريبه راي مجربة للي مئة بالمئة انا ما عنديش المشكلة ديال جارب. ولكن هدي راي طريقة سهلة مجربة اخدوها من عندي كهدية من قناة دي دي سامودي ودعوه مع هاتسيين لان اقل لك انا بغيت غير رحمة الوالدين. انا دي راي من من الاسرار اللي اللي كيخبيوها اه جدودنا هو اعطاهاننا اه بغي اقول لك رحمة الوالدين دعوه معاه. هاد شي اللي تقدروا تديرو الى خدمتلكم هاد 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 طريقة هادي. اه كان شكركم على التعاليق ديالكم وكان رحب بكم. هاد الفيديو هدف حقها انا كنت سنناه منش حال هادي لان انا كم بغين فيد المشاركين ديالي والمتتبعين ديالي طريقة سهلة. اه مرحبا بالتعاليق ديالكم. ساندونا وتكيو على الجراء. الناس اللي بقي ما شاركوش معانا. يشاركو على هاد المعلومات قيمة ومشاريع اه خيصة في الثمان ويعني مزيانة مئة بالمئة. اه ناس اللي الفقراء يديروا هاد النوع من 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 المشاريع. هاد مشاريع صغرى كتديرها في دارك. ما عندك ما تحتاجش لمساحة. الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله. انتم طريقة سهلة الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.